اشتركوا في القناة نكون مزبوطين نكون مزبوطين نكون مزبوطين قلت لكم انا بيه اول من فترة انه نحن هنكون عم نشتغل بالمرحلة الجاية على نقاط الضعف طبعونا اذا بتتذكر وقت حكيت عن السياتيكا يلي جاي من كمبراشن طبع البريفورمس مصر لنهار التانين شوف اليوم نوع تاني من السياتيكا لحبلش بيه اول صورة انا لانه اليوم موضوعنا عن عضلات الظهر بامتياز كيف نقدر نتفادى كتير اشياء بدي كمان فرجي شو الفرق مبان الهرنيات الدسك يلي انا اليوم لح احكي عنه مبان الكمبراشن عن نيرف يلي بيصير من وراء البيريفورمس شيب مصر يلي هي لما تكون عاملية انفلميشن بتكون عم تعمل كمان ضغط اول صورة بكل بساطة شوفوا لما يكون في كمبراشن بالخرزات كيف بيطلع لبرة يلي بين دسك وبيضرب على النيرف وبالفلاش الاخضر بتفرجي الفليند اريا وكيف بتأثر على النيرف تاني صورة بدي انتقل عليها بتفرجي كيف التأثير على الاجر يعني النيرف بينزل لتحت البين ممكن ينزل من عند البوتوكس لحديد اصابع الاجرين لقدام والشخص يلي بحسبي هاد الشي مش ضروري يكون من البيريفورمس كمبراشن اللي حكيت عنه التانين كمان معقول يكون من الهرنية الدسك اللي عم بحكي انا عنه اليوم ننتقل على الصورة الثالثة بالكات تاني شوفوا بكل بساطة شو معقول يكون عندي انا وجع بالظهر او ليش عادة لما يكون عندنا وجع بالظهر نحنا منروح ضغري كاشخاص منصير نسأل الجنرال بابلك منصير نسأل العالم ومنصير نستنتج انا يلي بدي اقلكن انه بي هالحالة لا الترينر ولا الفارماسيست ولا حدا ممكن يقلكم شو بكم لازم طبيب مختص تروحوا لعنده يعملكم امراي يعملكم تستات كتير كبيرة يعرف شو عندكم بها الحالة مسلا بكل بساطة يلي هي عضلة اكيد ازا بتكون عاملة او ازا بتكون عاملة ما عم تشتغل بطريقة مضبوطة ممكن تسبب بي اوجاع بالظهر يعني هون ما في هرنية الدسك هون في مشكلة بالعضلات لازم نشتغل عليها ننتقل كمان على الصورة يلي بعضها عضلات الظهر يلي حنشتغل عليهم اليوم من اسفل الرقبة لا اسفل الظهر كل عضلة ملونة اكيد اسمها موجودة هون لازم تعرفوا اللوكيشن تبع كل عضلة اخر صورة بتكون معنا بحكي عن شي اسمه بارك الكاتيبة مش مش مبينة ولكن باقصى انتو قدامي التفي بتحت بميلة اليمين من تحت اخر شي لما يكون عندنا اوجاع بالظهر شو ما كانت شو ما كانت سبب لقلو لحيولد عندنا شي اسمه يعني عدم توازن بالعضلات عدم التوازن بالعضلات لاحي خليني بي محل معين انا اكون عم بعمل افرت اكتر لقدر قدي الوظائف الحركية تبعولي لما كون عم بعمل او انا لقدر الوظائف الحركية لحقوصل اخر نهار وما عندي ابدا مش ان هيك مبدأ انه نحنا نتكامل بالعضلات تبعولنا من التنين للثبت وشفتوا كيف انا بعني من ركب بازل وانا كتير بكون ازا بتكون بهادا الموضوع لحقوصل لمحل ما عندي يعني مش هاعمل لكم الوظائف الحركية خلال النهار لحعمل اشي بسيطة كرميل كون انا عم بعيش حياتي بطريقة طبيعية لما اوصل بالليل مش هيكون عندي انا يعني لحكون عندي انرجي لحكون فرش كل الوقت لانه عم بتمرن وهيدا بدي طلعكم منه قدمة فيه مشان هيك ما عم بقلكم تمرنوا ست مرات مع انه افضل لقلي ليش ما بنتمرن ست مرات بالاسبوع ولكن قد ما فيكن حافزوا على طبع ثلاث مرات لاربع مرات ساعة كل مرة كرميل كونو انتو اشخاص كتير متقدمين بالحالة الرياضية يلي انتو فيها ليش لا ليش ما نكون دايما مش بس بنعم رياضة للتسليم بنعم رياضة لنعيش حياة صحية كتير منها لكن عملت ورماب تحت الهواء عملت استراتشنج وهي دولي كمبوننس اساسيات قبل ما نبلش التنين تبعنا لح انتقل على على الارض بعرف معقولي تقولولي ما عنا اكسيساريز نشدغل فيون على الفلور مات ازا ما عندكم على السجادة ازا ما عندكم السجادة خاطروا روحوا على الارض ما في اي مشكلة من هون لحبلش وجي لتحت لعلي اعمل لفوق بس مش كتير يعني اللي حيكون قليل مش كتير عالي بسبت اجرائيه على الارض بطلع لفوق ما بعلي رقبت كتير وبنزل لتحت عشر مرات بشد المعدة كمان برجع بذكر يعني المدى اللي عم بشتغل عليه قليل فايف سيكس سبن ايت ناين انتن برجع لورة من هون وبعمل اكيد الحركات اللي عم بعملون هلأ من ست لاربع ست ما بين العشرة والعشرين برجع من هون بوصل على كاتكاو بوزيشن بعمل كيرف برجع بعمل ارتش كل اللي جرائي بتقلكن اياه من خلال الصور انو مش ضروري يكون معكن هرنيات الدسك او بيريفورمس كمبريشن على النورف اللي يكون ظهركن عم بيجعكن بكل بساطة معقول يكونوا عضلية ظهركن من ورا المسل انبالنس كون عم بيعملكون او جيع شو الحل لحل التاني لحل التالت لحل الرابع وبقدلني رايح هيك لبكر اذا بدكم ترينج 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 هادا اللي بنا نحطه تذكر انه المجتمعات السليمة بالعالم المجتمعات اللي بتنتش بطريقة مظبوطة المجتمعات اللي عنده دايما ناس كتير متقدمين باعمالهم هو مجتمع رياضي بامتياز خليني انتقل لقدان على لانه من تمرين الظهر كمان كتير مهم نكون عم تشتغل على القور طبعنا وخاصة على اذا هاي دي صعب عليكن ولكن حافظوا على من الكتاف لحديد الركب انا برجع على اجرية باخد نفس عميق وبفضي سويتش لفوق بوقف على مهلة بنتقل للرابر باند في حطة بمحل عالي في حطة بمحل وسط راح اختار حطة بمحل عالي انا بقعد على سبت وضعيتي معتة مشدودة لتشن او منطقة الدقن طبعيتي عالية من نواتي لقدام لانه لما يكون في ريتراكشن بالسكابولة طبعولي يعني بعضمات الرفش لما اعمل ريتراكشن بدي يكون في مني لحالي عم بعمل هيك لقدام وهيدا شي خاطئ مشان هيك دقنة لازم يدله عالي وسنسل الظهري ابتداء من الرقبة من تحت من لحديد اخر تحت تحت لازم يكون اتنين هلا زيد انا شوية لانه لازم وقت اكون عم بشتغل لما مد ايدي لازم تكون يعني ازا بعمل حركة بكون هون بوصل لهون مش مظبوط لازم اول ما بلش من البوينت اي من الستارتنج بوزيشن تكون الربرباند مجدودة اكيد مش مجدودة كتير ولكن مجدودة على القد نعيد اتنعشر مرة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة واحد واثنين دايما المعدة مجدودة ودايما عم بتنفس بطريقة صحيحة كرميل يكون عم بقدي الحركة بطريقة مظبوطة من هون هلا سبتت المادسنبول برجع بعيد عليكم الاجران على مستوى الكتاف ركاب مطعجين تعجلت الركاب من هون هلا ما بنزل بقى بركابة لانه الحركة انا هون على صدري لو هنزل بها الشكل لتحد بتطلع على مريه ازا فيه عندكم مريه شفتو الشد اللي يلي عم بشتغل معي هلا بحس بيشد شوي هوني بوزيتف بال بال ال ا ا لفوق كمان مرة لتحد لتحت لفوق لح تحسوا انه حتكون فيه أو ميول انه نعمل هيك لما ننزل أوكي وهذا شي خاطئ لأنه هون بطل فيه بحكي دايما عن تقويم الطبيعي لسنسلة الظهر كيفية وكمان اذا بدي يكون عم يشتغل هيك وهيك والتليفون هون وعم ببرم وما عم بعمل تأدي أو أداء بطريقة مش صحيحة وضعيه جسم خاطئة أداء مش صحيح رسك عالي للإنجري شوفوا قديش فيه حولينا إنجريز قديش فيه ناس بقولوا رحت على الجيم وروحت ظهر رحت على الجيم وروحت ركبته رحت على الجيم وروحت كتفة مشاناك نحن منروح على الجيم لنكون ناس أفضل مش لنروح نعمل إصابات كيف ما منعمل إصابات نشتغل بطريقة صحيحة كيف نشتغل بطريقة صحيحة واحدة من الأمور إنكم تحضروا ألايف ووركاوت كل يوم الساعة تسعة كمان أفضل دايماً ولحظة لنكرر إنه نبلش بوزن خفيف ونعمل ونحس إنه هيدا خفيف علينا نعلي الوزن على إنه نبلش بوزن تقيل ونروح حالنا بعدين نقول يا ريت عملنا بوزن أخف مش هناك قد ما فيكن الأوزان تبعيدكم تكون مدوسة اللي حاخد الكاتل بال زبط وضعيت من هون فيكن بهالطريقة أو فيكن بهالطريقة اللي حاختار كون أنا هون عشر مرات واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانة تسعة وعشرة سويتش منتقلة تاني ميل دايماً إذا ببلش وبحس حالي بنص الحركة ووضعيتي منها صحيحة ما لازم أخدوا الرسك وكمل بالحركة أنا وضعيتي مش صحيحة بحط الكاتلبل أو الدمبل على الأرض برجع بعمل للوضع تبعي وبرجع بشتغل أهم أسئلة ممكن تسألوها لحالكم لتعرفوا إذا عم تشتغلوا بطريقة صحيحة هي أو واحد شو هي الحركة لأي عضلة أنا عم بشتغل فيها وبرجع أكيد البوشتر تبعيتي بسأل حالي وبتطلع إذا البوشتر صحيح وجود المرر دايماً لح يساعدني برجع لهون بشد المعدة دايماً ومن هون كمان ناتشر الالايننت هون ما لازم أعمل أرتش كتير وما لازم أنزل لتحت هيك غلط كتير غلط من هون تن تايمز واحد اتنين تلاتي أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة على جناب بنتبه كمان الأوزان اللي تعتبر شوي أو تقريباً كل الأوزان كيف بدي اشتغل علي من محل لمحل أوقات من السخافة إنه أعمل مش خلال الحركة ولكن برا الحركة لما أكون عم بلطقي أعمل بعمل شي هيك هاجي لهون اتأكد وزن خفيف لقلي أنا بعرف بس أنا دايماً هون أكيد وقتقت مرة ما يكون في أوزان مشان هيك مش اللي عم بقولوا أنا لحيخليكم تخافوا من الأوزان ولكن كونوا بكل بساطة كتير قوار على الأوزان اللي عم تشتغلوها من هون لحطلع بالأكس لتحت بعدين من هون لحرجع كتافي لورا لحشد المعدة إجرية لحيكونوا بارلال من هون ركابة ما تعجين بس هاي دي هي الطعج النهائية يعني مش هانزل بقى لتحت متل ما قلت قبل شوي بالمدسنبول هلأ من الهبس طبعولي لحرجع لكم من الهبس مش إزا بدي أعمل لحقزي حالي مش هانيك رجعت كتافي لورا بنزل لتحت بين عشر الإنلايمنت من الهب من الهبس طبعولي من هون بقدي عشر مرات واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة واحد اتنين برجع من هون اب لفوق شوي شوي بنزل بربل روح عجنب فيه ولأنه كمان مهم كتير بنتقل على اشتغلت عليها مبارح بها الشكل وكنت عم شغل عضلات الصدر اليوم بطريقة عكس بيشتغلوا عكس بعضون من هون وازا بدكن فيه كمان حطها بغير كمان يكون عم نشتغل على كمان ممدودة بطلع على بضبط البوشر تبعيتي ازا بحس حالي البوشر مانا صحيحة برجع بصححها من هون بشد المعدة منيح كمان دقني عالي بشكل ج緒 بشكل جهور عق الشيخ لنقل على احد اثنين كمانو الثدي Filter معفر لأسي Rép ثم اثنين 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 ستشغل جهور ثم اثنين ثابت عن سdriven على جنوب لاحظتوا يلي انا عم بشتغل علي كيف عم تخليني يكون عم ناضل انا لقد ما فيه يكون بالحركة تبعيته هون انا بكون عم بشتغل لاحسين لاحجع على الارض طبع يكونوا كل حركات اللي عم نعملون بس او بس بالباربل او بس بالاكساساريز لاح ارجع هيدا الحركة ما بتكون ابدا اكساساريز يعني ازا ما عندكن ازا ما عندكن على الفلور مات ازا ما في فلور مات خليكون عندكن دغري القبول انكم بتكون تعملوا على الارض اكيد افضل تحطوا منشفة تحت الركاب لانه ما بحب يكون فيه من الركاب على محل ايسي من هون اجر شمال وايد اليمين انا مواجهة للارض هلا وبطلع لفوق بسبت بس السؤال هو عم تعملوه بطريقة صحيحة بعد خمس مرات وبنزل لتحت كمان كمان بعد للخمسة خلنا عد تصوى واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة السويتش كمان واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة لتحت من هون بذكر انه كل وقت المعدة لازم تكون مجدودة لتحت بياخد نفس عميق منتقل كمان لنوع من البلانك بلانك كتير حركة مهمة بتعمل لعدة عضلات وبتساعد انه ما يكون عندي مصل مثل ما حكينا بالاول وهذا الشيء لازم تعرفوه شو مبدأ كمان الاجسام مبدأ كمان الاجسام انه كل العضلات تكون قوية كل العضلات تكون حلوية كل العضلات تكون عم تشتغل بطريقة مضبوطة ما في يكون عندي قوي ترايسبس ضعيف او العكس ما في يكون عندي قوي وضهر ضعيف او العكس ما في يكون عندي قوي وضعيف كمان او العكس كله اللازم يتناغم مع بعضه هادا هو اه جسم الانسان اذا بدتكن هادا تبع الانسان كيف بيشتغل بقية اتجاهات بقية بقية عضلات كل عضلة شو شغلتها ما في عضلة بالجسم هي توقف وما عندها ما عندها مهنة ما عندها اه بتكون نيوترل كل عضلة عندها وظيفة من هون بيجي شي ازو نسميه نحنا الوظائف الحركية اللي بتخلينا نتحرك ونعمل كل الاشي اللي بدنا نعملها نروح على من هون بعدة انواعة على الاجرين عملناها اول مرة هلقا عب عليها على ستاب برجع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة الهون برجع برجع لهون كمان واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وستة بنزل شوي شوي بياخد نفس عميق وبفضي وان مور تان بياخد نفس عميق وبفضي برجع بنتقل لحركة تانية برجع على الدمبل صحيح انه انا على الارض على فلات سورفوس على ايفن سورفوس ما عم بستعمل البالنس فت ما عندي هالشعور ولكن انا على اجر وحدي كمان من هون برجع كتافي لورا لاني على اجر وحدي ريكبتي مطعوجي ولكن ما عدتي مجدودي والحركة لما انزل لها تحت لاخد تبع تقديم الحركة اللي حكون عم بيشتغلوا من الهيبس طبعولي مش من سباين طبعيتي يعني كمان هالحركة هيدا الوضع ما منه صحيح من هون انا وياكم لاتس جو لهون بسبت مع روتايشن واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تنينة تسعة عشرة بياخد نفس من هون فضي صدقوني اللي عم بعملو انا ازا بتعملو مرتين بالاسبوع بيكون في سبيس بيناتون ما بتعود وتحسو بيعضلات ضعيفة بمستوى الظهر ولا مستوى المالي الوضع كتير هين بس هيدول الحركات صاروا بين ايديكم فيكم تشوفون ترجعوا على سايت الام تي في اكيد ولكن هاليا تورا لح يكون عندكم القرار انكم تقولوا اوكي انا عندي ضعف بعضلات ضهري عندي ضعف بها الاريا ايه الامين دي بانه نحنا لازم نشتغل بالمرحلة المقبلة على نيقاط ضعفنا هون بتكونوا كملتوا فازل حدا عم بيجوا يعطيكني وليش ما بتستفيدوا منه بعرف كتير ناس من نور الايميل تبعتو ليون قديش في ناس عم تتمرر قديش في ناس عم بتقول انه تمنيات اللي عم بعملها عم بتفيدني قديش في ناس عم بتقول اميني بيحكي كتير لانه كل مرة بقلنا لازم نعم تسبور لازم نعم تسبور انا بقلكم مش حوقف ضغل ردوا علي بالرجيق انه ايه مظبوط لانه بيسمعوني كل نهار مش هاركي عم بلكم مش حوقف والحن دلنا نشتغل على هيدا الموضوع لكن رجع كتافي لورا بشد المعدة على اجر وحدة كملت اجا لي ابو صالح كملت يلا من هون واحد زيد عليك عشر مرات بيكون اخر حركة اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ثمينة تسعة وعشرة بورفكت لليوم اكسلنت لاتس دويت لاتس دويت بروحها للي عند كاتيا وفادي هاي عمين شفور عمين يعطيك العافية شو قصة السبابة اليوم ايوه بطريقة لانه وقت فتت كنتي عم تقولي متى عملي ما بعشوه بالسبابة عمليون بالابهامين يعني بالبوس بالبوس ايه مش بالاندكس اذا كنت عم تستعمل التليفون او حيلا الكيباد بالبوس يعني انت تحت الخمسة وثلاثين اذا عم تستعملها بالاندكس هذا الشي بيتعلق بالمرأة هلأ هنه عاملين للكل بس انا ركزت على المرأة لان انتو عاساس مش فرقني معك هلأ هلأ جرب انت بس تحت مارف هلأ بدون ما ينتبه اكتر شي لأساندرا بولغ و جوج كلوني لانه أنا صرت بالهايدا. ما بعرف ضيعت بس لأكتشلي مش إنه إذا كبرت بتبطل تستعملهم بس هلأ في هالوقات اللي أصغر يعني لأنه وسط لعندهم تكنولوجي بوقت بكير فبيستعملوا. بس أنا العاقب عليك لأنه دايما أنا بحس بتفلسف ما في إنساني بيكبر بالعمر في إنساني بيكبر بالنفسية. النفسية نحن هون بري صولد. هيدا اللي اتمنيته للمشاهدين السبب. أكيد أكيد وخاصاً لما يكون كل واحد بيعملوا بيكون الشغل تبعوه والهوبي تبعيته. تحضر معنا موبي. هلا بننزل لعندكن. بس أنتل دان جد فت. بس أنتل دان جد فت. you know what to do. ستي فت. تانك يا عمين. وقفها لهم طبعا.